لم يكن يوم السابع من تشرين الأول كسائر الأيام فقد سجلت فيه المقاومة الفلسطينية واقعة لن تمحى من ذاكرة الاحتلال الذي تلقى ضربة موجعة لم يتخيلها في أسوأ كوابيسه دحرت فيه أسطورة جيشه الذي لا يقهر وفقدت قياداته توازنها فراحت ترد بتصريحات الويل والثبور وتكرر ما تعودت عليه من قصف كثيف على قطاع غزة المحاصر ولأن الحرب تكون كاشفة فقد كشفت عملية طوفان الأقصى عن القدرات الكامنة في هذه الأمة التي إن أتيح لها أن تخرج لما بقي شبر واحد تحت نير الاحتلال كما كشفت مرة أخرى أولئك المتاجرين بقضية فلسطين اللاهثين وراء مصالحهم وهم يتشدقون بدعم المقاومة نظام طهران الذي لطالما بحث عن طريق القدس في العراق وسوريا واليمن لم يهتدي بعد إلى ذلك الطريق واكتفى برلمانه بشعاراته المعتادة الموت لإسرائيل كحال باقي ما يسمى بقوى الممانعة التي ما زالت تتشدق بدعم فلسطين لكنها أقل من أن تظهر ردة فعل حقيقية إزاء المعركة ففي العراق تصرح ميليشيا الحجد دون خجل أن معركة طوفان الأقصى ثمار طريق مقدس عبد بدماء سليمان والمهندس هذا الأخير الذي صرح يوما أن هدفه لم يكن أبدا دمار إسرائيل سنبقى نراقب الأحداث في فلسطين هذا ما يقوله زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي بعد سيل من العبارات الساخرة على مواقع التواصل التي تؤكد أن محور إيران يكرر دائما أنه ينتظر الفرصة وعندما تأتي تلك الفرصة يدفن رأسه بالتراب كما يفعل نظام الأسد الذي يدك منذ أيام شمالية سوريا بوابل من الصواريخ التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من أبناء شعبه دون أن يشهر سكينا في الجولان المحتل لتبقى الحقيقة أن قضية فلسطين لا ينصرها المتاجرون ولا يؤيدها إلا من كان مع الأمة تاريخا وعقيدة وهوية وكانت فلسطين والأقصى غايته وليس وسيلة لخداع الشعوب وتحقيق مزيد من النفوذ والمصالح بشعارات أكل عليها الدهر وشرب